أننا مرت في ظروف عالية ومدائمة انطلقت الاختبارات يوم 10 إلى 13 يونيو وتم الإعلان عن النتائج يوم 26 يونيو وسنطلق الدورة الاستدراكية يوم 10 يوليوز إلى 13 يوليوز وسن يتم الإعلان عن النتائج للدورة الاستدراكية يوم 19 يوليوز أريد أن نخبركم بأنه بالتنصيق مع وزارة التعليم العالي تم تأخير موعد بعض المتحانات لاشتياز بعض المعاهد العليا أو المسالك أو المؤسسات التي لديها استقطاب محدود إلى ما بعد 19 يوليوز حتى يتمكنوا واحد العدد للتلامد من بعد الدورة الاستدراكية وبغوا يمكن لهم يدوزوا الامتحانات في نفس الوقت بغيت نأكد بأنه سيتم مباشرة بعد إعلان عن النتائج وضع رهن إشارة التلاميذ النقطة ديال كل المادة مادة تتوصل بها ويمكن لهم طبيعة الحال يتساعدهم باش في الملفات ديالهم ديال دخول لبعض المؤسسات يمكن لهم يستعملوا هاد النقطة اللي حصلوا عليها في امتحان الموحد ديال الباكالوري لازم دب النتائج باش نعطوها يوم 26 وباش يدوز الامور بكل بصفة عادية راه تم واحد عدد ديال الإجراءات اللي اخدتها الوزارة من قبل وبغيتغي نشير لبعض الإجراءات اللي هي تجعل بأنه ساعدات باش هاد الانتحانات يدوزوا في هاد الظروف أولا راه تم توفير أكتر من 1800 ديال المراكز الامتحانات وعدد القاعات ديال غير ديال الامتحانات راه تتفوق 28 ألف قاعة في كل أكاديميات وتم واحد تعبئة ديال كتر من 49 ألف ديال اللي هما كانوا مكلفين لا بتمرير ولا مكلفين بتصحيح تم إعداد 765 موضوع بخصوص الدورتين موضوع الانتحان لأنه تكون الموضوع اللي تيدوز وتنخليه تكون عندنا مواضيع أيضاً احتياطية وأيضاً من بين هذه المواضيع كانت 333 اللي هي موضوع مكيف للمترشحين اللي هما في وضعية إعاقة كما قامت هذه الوزارة خلال هذه السنة أولاً بإصدار واحد الأطور المرجعية المكيفة خاصة بهذه الامتحانات استحضاراً أولاً الضرفية الخاصة لميزة بداية هذا الموسم وأيضاً لتتحدد مواضيع الاختبارات في ارتباط بتعلومات أساسية للتلاميذ وهنا الهدف دينا هو في نفس الوقت نحرص على ضمان المصداقية ديال الامتحانات ولكن في نفس الوقت نحرص بأن التلاميذ يكونوا على علم بشنوهما شنو هي المرجعية ديال الامتحان اللي غادي يدوزو باش ميكونش مفاجآت بالنسبة للتلاميذ خلال هاد سنة تم إطلاق برنامج الوطني للدعم التربوي خلال موسم الدراسي الحالي وهي عملية بتمويل ديال الوزارة المجانية لساعدة تلامت باش نحسنوا المكتسبات ديالهم في عدد من المواد وخاصة في المستويات الإشهادية وأيضا تم اعتماد مواصلة اعتماد مساطر اللي هي دقيقة في تصحيح أوراق الامتحانات باش هاد العملية تتم بوحد الجودة وتتم بوحد تنصيق باش تكون نفس طريقة تصحيح الامتحانات لتطبق من كل الأساسي دا اللي هما تسهروا على هاد على هاد العملية وقد اتميزت هاد الدورة هاد السنة بوحد بعض المستجدات منها تبسيط ورقمانات عمليات تسليم مواضيع امتحانات الباكالورية إلى الأكاديميات منها أيضا رفع من مستوى تأمين أوراق التحرير عبر اعتماد وحد ترميز السيري الإلكتروني والهدف من هذا الترميز السيري الإلكتروني هو تحصين العمليات المتعلقة بتصحيح ومسك النقط ترجمة نانسي قنقر